الحدود الشمالية الشرقية واجهة سجلت خلال أقل من أسبوعين محاولتي استهداف للأراضي الأردنية نفذها مسلحون هجومان بسيارات ودرجات استطاعت قوات حرس الحدود إحباطهما تطورات لافتة تجري غير بعيد عن المثلث السوري العراقي مع الأردن قرب التنف حيث تتوقع سيناريوهات مماثلة على الأردن لن يدخل أي جندي أردني إلى الأراضي السورية لكن سيكون هناك الدفاع في العمق حقد مشروعا حتى لا يكون هناك أي تهديد لحدود الأردن ارتفاع وطيرة التحدي بدت واضحة تسع سيارات تعاملت معها قوات حرس الحدود خلال 72 ساعة والحصيلة قتل خمسة مسلحين معطيات تشير إلى حجم التهديدات المتعاظم على المنطقة الشمالية الشرقية المتغير النوعي المتمثل بالوجود الإيراني في المنطقة ووجود الحشد الشعبي يطرح الكثير من التساؤلات خاصة في ظل الضغط اللي تتعرض لداعش في منطقة الرقة المثلث الحدودي ومنطقة الركبان تشكلان قلقا أمنيا وعسكريا للأردن فتوقعات أن تزداد التهديدات أكثر لسيما في ظل الخسائر التي يمنى بها تنظيم داعش في العراق وسوريا المخاوف الأردنية لا تتوقف والتهديدات مستمرة باستمرار تطورات الأحداث في العراق وسوريا تطورات لم تترك أمام الأردن سوى خيارات الردع سواء على الحدود أو في العمق السوري حتى غسالة ولوزة العربية عمل